هذا أبو سعد يقول سماحة الشيخ صارح الفوزان أشكل عليه بعض الأمور والأسئلة المتعلقة بالعقيدة والتوحيد أولا ما حكم من يقول في الدنيا يكفي لإجراء أحكام لا إله إلا الله النطق بها دون شروطها هذا قول لا باطل هذا قول باطل لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى معناها لا معبود بحق إلا الله ومقتضاها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى هذا معناها ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل ألا يكون عنده رياء ولا سمعة ولا يكون عنده قصد لمخلوق حي كان أو ميت بل تكون الصلاة خالصة لله عز وجل